الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا يجوز تقبيل المصحف قبل أن أجيب على هذه الجزئية أقول الواجب أن نعمل بما في المصحف هذا هو الواجب أن نعمل بما في القرآن لكن ما قيمة أن ينحني أحدنا على القرآن ليقبله في خشوع قد يفوق خشوع عثمان بن عفان وهو مضيع لما فيه ما قيمة هذا ما قيمة هذا أيها الأفاضل تليل القرآن ما شاء الله بيوضع في علب قطيفة فخمة ضخمة ويهدى لسادة القوم وعلية الناس للزعماء والكتاب والأدباء في الهدايا وتليل الرجل بينحني على المصحف كده في خشوع يا خبر بتقول دي عثمان بن عفان ومع ذلك إحنا يعني من أبعد الناس عن أوامر القرآن ونواهي القرآن وحدود القرآن هي دا القضية أخواني مع ليش سمحوني القرآن ما شاء الله مزيد الجدران ومزيد العربية تلاقي ما يفعل القرآن وتلاقي العربية والعياذ بالله وعياذا بالله ممكن بيستخدم العربية في معصية في معصية وفعل مصحف ومعنى سلسلة كده في الضيوة وفعل مصحف ما شاء الله جميل أن تحب القرآن وأن تجل القرآن وأن تقدر القرآن وأن تعظم القرآن ولا حرج أن تقبل القرآن لا حرج أنا لا أعلم دليلا يمنع من ذلك لكن الذي يعميني أن نعمل بما في القرآن قد يكون تقبيلك للقرآن من باب الإجلال والتعظيم أرجو الله أن يكون من باب ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لا أعلم دليلا يمنعك من ذلك لكن أعلم دليلا يوجب عليك أن تعمل بما في هذا القرآن بل أعلم أدلة توجب علينا أن نعمل بما في القرآن أن نمتثل أوامره نجتمب نواهيه أن نقيم حدوده لينذر من كان حيا مش لينذر من كان ميتا لا لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقع إلا تذكرة لمن يخشى ما أنزل الله القرآن لنزين به جدران المساجد أو لتحلي بين نساء صدرهن بالمصاحف الذهبية والفضية أو ليوضع في علب القطيفة الفخمة الضخمة أو ليقسم عليه القسم في المجالس النيابية والشعبية والدستورية لا 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 بل ما أنزل الله القرآن إلا لننفذه ونحول أوامره في حياتنا إلى واقع أمرا أمرا ولنجتنب هذه النواهي نهيا نهيا ولنقف عند هذه الحدود القرآنية حدا حدا ولنردد مع القرآنيين المباركين السابقين الأولين قرآنيين الأولين غير المجرمين الآن القرآنيين الذين يدعون أنهم يأخذنا بالقرآن فقط ولا أخذنا بالسنة لا 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 وإنما أهل القرآن الأول الذين كانوا يقولون سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير أسأل الله أن يردنا وإياكم إلى القرآن الكريم ردا جميلا